النصر يتعاقد مع فاران ومواعيد مباريات النصر في جولة الصين سووا لايك وكتبونا لكم في التعليقات أصبح أليك ستلس جاغزا لمواجهة الاتفاق بعد تعافيه من الإصابة وعلى طار مبارات الاتفاق إذا أخذ سعد يوماني كرت أصفر في مبارات الاتفاق سيغيب بشكل رسمي على لقاء الاتحاد نادي النصر يبدأ اهتمامه بلاعب نادي التعاون عون السلولي وعون السلولي يبلغ من العمر 25 سنة وطوله 194 سنتي وعون السلولي مشروع مدافع ممتاز وقاعد يقدم مستوالات كبيرة في كل مباراة يلعبها وباقي تقريبه الأسبوعين لدخل الفترة الحرة وزي ما ذكرنا في المنتدى نادي النصر سيغادر للصين يوم 19 يناير ولمدة 10 أيام وسيواجه النصر نادي شنقهاي الصيني يوم 24 يناير ويوم 28 يناير حيواجه نادي ولكن صراحة لمعرف كيف أنطق اسمه بس هذا يسمى مظاهر لكم على الشاشة وجولة الصين هذه سيكسب منها النصر أعلى مبلغ مالي في تاريخ الأندية السعودية وبكذا ستصير مباريات النصر في فترة التوقف أربع مباريات يوم 24 يناير مع شنقهاي الصيني ويوم 28 يناير مع الفريق الصيني الثاني ويوم 1 فبراير مع انتر مايامي ويوم 8 فبراير مع الإلال في بطولة موسم الرياض نادي النصر اقترب من التعاقد مع المدافع الفرنسي رفاييل فاران فاران سيعطي الموافقة على العرض المقدم الانتقال سيتم بمجرد أن تفتح فترة انتقالات الشتوية بس يا جماعة قانون نتكلم بصراحة احنا ما نحتاج فاران فاران مدافع كبير وحق الكأس العالم وعنده تاريخ ماريا مدريد حتى اخر مباراة لمعشستر يونايتن قدام لفربول كان هو أفضل لعب في المباراة بس احنا ما نحتاجه في مراكز أولى أنك تجيب فيها لعب أجنبي وكمان النصر خاليا مهتم في كاسيميرو اكتبوا لتوقعاتكم في التعليقات هل سنرى فاران وكاسيميرو يلعبون مع كريستيانو مجددا ونيجي لفقرة المعلومات نادي النصر هو النادي الوحيد الذي لم يهزم بالنادي عربي في كأس العالم للأندية وفي دوري روشن هذا الموسم لا يوجد لاعب سعودي صنع أكثر من لاعبين النصر عبد الرحمن غريب خمسة أسستات سلطان الغنام خمسة أسستات ومنذ بداية الموسم الجاري سجل الأسطورة كريستيانو 26 هدف وتاليسكا سجل 18 هدف مجموعة هداف الثنائي إلى الآن 44 هدف يا ساتر ما شاء الله تبارك الله من أفضل الثنائيات في هذا الموسم في العالم مو بس في الدول السعودي وكذا يكون وصلنا لنهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وانشأوا المقطع للناس المهتمة بنادي النصر ظاهر لكم الآن على سعر الشاشة المقطع شيئكو عليه إن كن أعجبكو واشوفكم المقطع الجاي